الحمد لله رب العالمين أمر عباده بالتثبُّت في أمور الدين وجعل العلم سببًا من أسباب نيل اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فبإذن الله عز وجل نتحدَّث ابتداءً من هذا اليوم في كتاب السلم من صحيح الإمام البخاري والمرادُّ بالسلم بيع موصوفٍ في الذِّمَّة بثمنٍ حاضر فمن مميزات هذا البيع أن الثمن يُدفع في مجلس العقد ومن مميزاته أن المُثمن وهو المبيع يكون مُؤجَّلا ومن مميزاته أن المبيع ليس أمراً معيناً موجوداً وإنما هو موصوف بحيث يختار من أي صنف فإنه لا يصح أن يُخصِّص المبيع في السلم بثمرة بُستانٍ بعينه ولا بمكانٍ بعينه ويُشترط في السلم أن يكون الأجل مُحدَّداً معلومًا وأن يكون المبيع منضبط الصفات بحيث يُعرف جِنسُه ونوعُه وتُذكَر جميع الصفات التي يتغير بها الثمن ولعلنا أن نقرأ عددًا من الأحاديث الواردة في هذا الكتاب فليتفضل القارب بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يُسليفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم في هذا الحديث ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معالجة الشرع لأحوال الناس وبيان أحكام أفعالهم وفي هذا الحديث بيان حكم السلم وأن الأصل فيه الجواز متى كانت أوصافه منضبطة وعلى وفق الشرائط الشرعية وقولون من سلف هكذا يستعمل أهل المدينة لفظة السلف بالفاء والجمهور يقولون السلم بالميم واستدل بالحديث على وجوب تحديد الأجل في السلم وفيه أيضا أن السلم يجري في المكيلات وفي الموزونات واستدل الجمهور بحديث الباب على أن المعدودات وما كان معروفا بذرعه أنه لا يجري فيه السلم لتخصيصه السلم في هذا الحديث في المكيلات والموزونات وعلّل الجمهور هذا بأن المعدودات لا تنضبط صفاتها وهذا القول هو قول الجماهير وهناك من رأى أن المعدودات يجوز السلم فيها متى كانت منضبطة الصفات يعني مثلا القدور هل يجوز لنا أن نضع فيها معاملة السلم بحيث يقوم بذكر جميع الصفات القدور التي تتغير بها أثمانها أو لا بد أن يكون مكيلا أو موزونا ومثل هذا في السيارات هل يجوز أن يكون عقد السلم في السيارات فالجمهور قالوا بأن السيارة معدودة وبالتالي منعوا من السلم فيها وأوجبوا أن يكون البيع في المعدودات لعين معلومة وهناك من قال بأن المعدود متى كان منضبط الصفات بحيث تذكر جميع صفاته التي يتغير معها الثمن فمتى كان كذلك أجازوه صلى الله إليكم قال عن ابن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة فبعثوني إلى ابن أبي أوفا رضي الله عنهما فقال سلهو هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة فسألت ابن أبي أوفا فقال إنا كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا نبيط من أنباط الشام فكنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل مسمى معلوم قلت إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك وسألت ابن أبزا فقال مثل ذلك قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا في قوله هنا اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة وهما من التابعين فيه وجود الاختلاف في المسائل الفقهية من العصور الأولى وابن أبي أوفى صحابي رضي الله عنه وينقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سله يعني سل ابن أبي أوفى وفي هذا نقل الفتوى وفيه أيضا التحاكم لأهل العلم في الخلاف الفقهي وسألوا هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة وفي هذا الاستدلال بعمل الصحابة وعمل أهل المدينة الذي كانوا يعملونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي أوفى وهو عبد الله إنا كنا نسلف يعني نعامل معاملة السلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة يعني القمح والشعير والزبيب والتمر وهذه سلع مكيلة فكانوا يجرون أتعامل السلم فيها وفي هذا جواز السلم في هذه الأشياء قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الغزو مع الإمام وفيه حل الغنائم لهذه الأمة قال فكان يأتينا نبيط من أنباط الشام هؤلاء قوم كانوا يسكنون الشام في غالبهم أنهم لا يحسنون العربية وكان من شأنهم أنهم من النصارى في الغالب قال فكنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت ويعني أنهم يعطونهم الثمن ويشترون منهم سلعاً مؤجلة وفي هذا جواز السلم في البضائع التي لا يملكها البائع بشرط إمكانية تحصيل تلك البضائع في وقت أجل تسليمها وفي هذا جواز التعامل التجاري مع غير المسلمين وقوله هو الزيت لأن الزيت من الموزونات وبالتالي كانوا يسلفون فيه وفي هذا الحديث وجوب أن يكون السلم في أجل محدد معلوم فلا يجوز أن يكون في وقت طويل أو في وقت متذبذب كما لو قال في الشتاء أو قال في الصيف فهذا وقت طويل بل لابد أن يحدده بآجل معلوم محدد وقوله قلت يعني أن أبا المجالد سأل ابن أبي أوفى إلى من كان يعني هل كنتم تسلمون في أشخاص عندهم التمر وعندهم القمح أو هم لا يملكونها فقال ما كنا نسألهم عن ذلك فدل هذا على جواز أن يكون السلم في مبيع موصوف غير معين وفي الحديث عدم السؤال البائع عن ملكية سلعته وبحيث من وجدته يبيع سلعة فالأصل أنه يملكها وبالتالي لا بأس من الشراء فيها قال وسألت ابن أبزا وهو أيضا من الصحابة فقال مثل ذلك يعني مثل ما قال ابن أبي أوفى وفي هذا توافق أهل العلم في فتاواهم وقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الاستدلال بفعل الصحابة في عهد النبوة فإنه لو كان ممنوعا منه لنزل الوحي ببيان ذلك قال ولم نسألهم أي لا نستفصل منهم ألهم حرث وهل لهم مزارع يتمكنون بها من زراعة هذه الثمار التي يسلفون فيها فلم يكونوا يتقصون الأمر في ذلك أصلا الله إليكم فقال رجل أي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز هذا الحديث متعلق بالنخل المعين فهل يجوز أن نضع سلما على ثمرة نخلة معينة نقول لا يجوز ذلك ولكن إذا بدأ الصلاح في التمر جاز بيعه على رؤوس النخل معينة فقال سألت ابن عمر ومن علماء الصحابة عن السلم في النخل يعني في ثمرة نخل معلوم محدد فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل وفي لفظ التمر حتى يصلح يعني حتى يبدو الصلاح فيه بأن يتلون بأن يحمار أو يصفار قال ونهى عن بيع الورق يعني الفظة بالذهب نسأ بناجز فإنه عند بيع النقد بالنقد فلابد من التقابض في مجلس العقد ولا يصح تأخير أحد المبيعين أو كليهما وقوله وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل يعني عن بيع ثمرة النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وما ذاك إلا عند بدو صلاحه قال وحتى يوزن ثم فسره بأن المراد به أن يحرز حسن الله إليكم قال رحمه الله كتاب الشفعة قال عن عبر بن الشريط قال وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فجاء المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فوضع يده على إحدى منكبي فانطلقت معه إلى سعد إذ جاء أبو رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتعهما فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري فقال المسور والله لتبتعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف إما منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار نقدة فمنعته ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاه إياه قوله وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من فاضل الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة وقوله قبل هذا كتاب الشفعة المراد به استحقاق الشريك لملك شريكه المشاع بعد بيعه والمقصود في هذا أنه إذا كان هناك عقار مشترك يملكه إثنان ملكا مشاعا كما لو كان لكل واحد منهما نصف ذلك العقار فباع أحدهما نصيبه فإن جاره يتمكن من أخذ هذا النصيب المباع بثمنه من المشتري الذي اشتراه قوله فجاء المسور بن مخرم رضي الله عنه ومن الصحابة فوضع يده على إحدى منكبي يعني المنكب هو المفصل الذي يكون بين العضد والكتف وقال فانطلقت معه إلى سعد إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وفقال أبو رافع يا سعد ابتع مني أي اشتري وفي هذا نداء الرجل باسمه المجرد وقوله ابتع مني أي اشتري مني بيتي أو بيتي في دارك يعني الغرفتين اللتين في دارك وفي هذا جواز أن يكون هناك تداخل في الأملاك قال سعد والله ما ابتاعهما أي أقسم بأنه لن يشتري هاتين الغرفتين فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري فهنا إشارة الإنسان على غيره بالبيع والشراء فقال المسور لسعد والله لتبتع عنهما أي لتشتري هذا العقار فقال سعد كأنه وافق على الشراء قال والله لا زيدك على أربعة آلاف فيه الشراء بالمماكسة وقال إما منجمة يعني أدفع لك في كل نجم جزء من الثمن أو مقطعة فأقطعها على أوقات و مدد متفق عليها بيني وبينك فقال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار النقدة أي وجد من سام مني هذا البيت بأكثر مما تقول فإذا قلت أربعة آلاف فإنه قد جاني فيها خمسمائة دينار والأربعة آلاف هذه دراهم من الفضة والخمسمائة دينار هذه من الذهب وفي الغالب أن يكون الدينار الواحد يقابل عشرة دراهم هذا في الغالب لكن في مرات يحصل زيادة لثمن الذهب فيكون الدينار في مقابل اثنى عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر ومرات يرتفع سعر الفضة فيكون الدينار لا يوازي إلا سبعة أو ثمانية ولكن في الغالب أن يكون الدينار الذهبي يوازي العشرة دراهم قال أبو رافع لقد سيمت مني هذه الغرف بخمسمائة دينار نقد فمنعته ولم أقبل بذلك الشراء ولكن أبو رافع لما علم أن سعد مجاور لذلك الملك عرض بيع هذه الغرف على سعد رضي الله عنه قال لول أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه يعني أحق بملكه لما بيع من ملك جاره والأصل في السقب أنها جزء من الثوب يمسك فيجر به صاحبه وبهذه اللفظة استدل الحنفية على إثبات الشفعة للجار فإذا كان هناك جاران فبع أحدهما ملكه فإن فقهاء الحنفية يرون أن الشفعة تثبت في ذلك والجمهور يقولون بأن الشفعة لا تثبت في الجوار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فدل هذا على أن ما قسم وعرفت حدوده ومعالمه فإنه لا شفعة فيه وهناك قول ثالث يقول إذا كان بين الجارين منافع مشتركة فحين فحينئذ يثبت حق الشفعة في ذلك وأما إذا لم يكن بينهما منافع مشتركة فلا حق له في الشفعة وهذا القول تجتمع عليه الأدلة وهو المتوافق مع ظواهر ومقاصد الشرع وفي هذا الحديث تخفيض الإنسان لقيمة سلعته من أجل معنى خاص ومن ذلك ما أثبته الشرع للجار من حق الشفعة صلى الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا قولها قلت يا رسول الله فيه سؤال المرأة لزوجها عن الأحكام الفقهية متى كان ملماً بها وفي الحديث تردد الإنسان في الفضل والإحسان وبالتالي يسأل من الأولى بإحسانه وينبغي بالعبد أن يتحرَّ أن يتحرَّ من هو أولى بإحسانه وفي هذا حق الجار وعلى الإنسان يُعطي الجار حقه وفي الحديث جوازه الهدية وفيه تعامل الجيران بالهدايا وفيه التذكير بأن الجيران ليسوا على رتبة واحدة بل الأقرب له من الحق ما ليس لألعبعد وفي الحديث التنويه بحق الجار وفي هذا الحديث احتساب الأجر في إيصال الخير والهدى للجيران أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداء المهتدين كما نسأله سبحانه أن يُصلح قلوبنا وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة كما أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهما صحيحا وانية صادقة خالصة كما نسأله جل وعلا أن يجعل عاقبتنا في الأمور كلها إلى خير بارك الله فيكم وفقكم لما يحب ويرضى وجعلكم إخوة متآلفين متحابين كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين للخير والهدى وأن يسر لهم أمورهم في دنياهم وأخراهم كما أسأل الله جل وعلا لإخواننا في فلسطين رأفة بحالهم وسد لجوعتهم وغن عن فقرهم ورفعة لدرجاتهم وشفاء لمرضاهم وإيواء لمشردهم وكسوة لعاريهم كما أسأله سبحانه أن يوفق أولاة أمور المسلمين للخير والهدى وأن يبارك فيهم وأسأله جل وعلا أن يوفق أولاة هذه البلاد وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر